النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة سامسونج علنت عنه وموبايل سامسونج GALAXY F54 اللي بيجي يعني بمواصفات مش وحشة يعني مواصفات كويسة وفي نفس الوقت بسعر يعتبر منافس في الفئة السعرية بتاعته والغريبة هنا ان سامسونج اول مرة تنافس في الفئة السعرية ديت بقوة ونقصد هنا بالموبايل دوت فعزك تركز معي كويس قوي عشان تعرف كل التفاصيل اول حاجة اللي بدأ بيه هي الخامات الضهر من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبدعم تركيب شرحتان التصال مع دعم مشباكات الفايف جي وبيجي بوزن 199 جرام والبصمة بتيجي في زر الطاقة اما بقى بالنسبة للصوت الخارجي فبيجي اوحادي واستغنى عن مدخل 3.5 اما بقى بالنسبة للشاشة فبيجي من نوع سوبر اموليد بمساحة 6-7 من 10 بوصة مع نسبة استحواز بتوصل لـ 5-8% وبدكة فلش دي بلاست وبكسفة بيكسلات 323 بيكسل كل بوصة وبتيجي بمعندل تحدث عالي واللي هو المية وعشرين هيرتز وبنسبة لمواصفات الشاشة فديت شاشة ممتازة لكن نقصها شوية حاجات زي مثلا تقنية الـ HDR لكن ممكن يعني يستقضع عنها علشان يعني الشاشة بتيجي من نوع سوبر اموليد بلص بس برضو كان المفروض نعرف قوة ضئتها تحت الشمس عاملة ازاي ويجعلها كمان طبعة حماية علشان الشاشة ديت لو قصرت هتزعل جاملت اما بقى بالنسبة للرام والزاكرة فالموبايل بيجي بنسخة واحدة واللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام ولو عايز تركب موم ريكارد هتضطر تستغنى عن شريحة من شرحة الاتصال اما بقى بالنسبة للسوفتوير والمعالج فالموبايل ده وقت بيجي منزم تشغيل اندرويد 13 مع واجهة واي فايف بوينت وان من سامسونج مع معالج اكسانوس 1380 بمعمارية 5 نانو وبتردد اتنين واربع من عشرة جيجا هرتز ومع مع معالج روسو بمالي جي 68 وبالنسبة لي عن اداء المعالج ده فاداء معالج محترم جدا هدي كاداء ممتاز من ناحية برامج والعاب وفي نفس الوقت حافظ لها قع بطارية بشكل اللي ملحوظ وقوي بسبب معالية التصنيع الكويسة جدا واللي هي الخمسة نانو اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بتلات كاميرات خلفية الاولى بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 وبتدعم التثبيت البصري OIS والكاميرا التانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 وديت كاميرا Ultra Wide والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 وديت كاميرا Macro وبيجي معهم Flash LED وبدعمه تقنية المانوراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 60 فريم وبالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 32 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبالنسبة ليعني بقى التقنيات فالموبايل ده هو تدعم الWi-Fi من Virgin 6 وبالتوات من SDAO 5.3 ومعهم كمان GPS وتقنية NFC لكن مفهوش راديو اما بقى من نسبة للبطارية فبتيجي بساعة 6000 ميلي امبير ولو مفيش معلومات عن تقنية الشحن السريع ولكن بتجي من منفذ Type-C2 وبيدعم كمان خاصية Auto HD اما بقى بالنسبة للسعر فالموبايل ده هو تهتلعن عنه بسعر 365 دولار يعني حوالي 11300 جنيه مصري و1370 ريال سعودي وطبعا بقى الاسعار اللي هوها في فصل الفيديو بس قبل ما تمشي ما تنساش قول رأيك تحت في التعليقات عن موبايل سواء يعني بالاجاب او بالسلب علشان يعني جالك يستفيد وبرضو ابعتين ستام باللايكس بازكرب وشير والسلام عليكم